مشاهدة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إليكم العرض الرئيسي لهذا المساء التقاليون فخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو بكل من أمين الدولة المكلف بالتنمية والفرنكفونية الفرنسي جام ماري لغان ومبعوثة فرنسا لدى ليبيا إليزابيت باربيي اللقاء تطرق إلى مجمل القضاة الصحية والأوضاع الأمنية في ليبيا تقرير عثمان عبدالغان إدريس بحدف تقويد وتعزيز التعاون المشترك بين البلاد وجمهورية فرنسا في شتى المجالات التقى فخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو بوفد فرنسي بقيادة السيد جام ماري لغان أمين الدولة مكلف بالتنمية والفرنكفونية يرافقه عدد كبير من المسؤولين الفرنسيين المقابلة حضرها وزير الشؤون الخارجية والتكامل العفريقي والتعاون الدولي برعيم حسين طه وعدت من مسائدي رئيس الجمهورية خلال المقابلة طرحت الأديث من المواضي والقضايا المشتركة بين شادو وفرنسا والتي ركزت خاصة في التعاون بين الجانبين في المجال الصحي والبيئي والتنموي من جانبه فخامة رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو أكل للمسؤول الفرنسي مدى متانة العلاقات الأزلية التي تربط شادو وفرنسا منذ زمن بعيد وذلك من خلال اللقاءات والاتصالات الدائمة بين المسؤولين في البلدين ولهمس اللقاء انضم مواضي فرنسي آخر بقيادة أسيد إليزابيت بربيئي المقوصة الفرنسية في ليبيا لتتوسل مباحثات بين الجانبين الفرنسي والشادي ولكن هذه المرة أخذ اللقاء جانب آخر تم احور حول الجوانب الأمنية وحل الأزمات بين الفرقاء الليبيين اللقاء حضره وزير الدفاع الشادي بشارع سجاد الله ومساعد رئيس الجمهورية بالمكتب العسكري والمدني على مدى ساء ونصف تباحث الوفد الفرنسي مع فقامت رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو حول الوضع الخطير في ليبيا وكافية وجود الحلول المناسبة للأزمة في ليبيا التي يعاني منها الشعب الليبي منذ السنين وهذا الوضع وصفه المجتمع الدولي بالخطير ويحدد مستقبل الاستقرار في ليبيا فقامت رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو من جانب قدم للمبؤوسة الفرنسية لدى ليبيا وصايا وإرشادات ستساعدها في تسوية الوضع هناك وستسهم بلا شكل الوصول إلى السلام في ليبيا في نهاية المقابلة صرح أمين الدولة مكلب بالتنمية والفرنكوفونية جامري ليجين قائلا بصفتي كمسؤول من التنمية جئت إلى شاد وقابلت فقامت رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو وناقشنا عدة نقاط تعاونية تتعلق بالصحة في شاد ووقوف فرنسا ودعمها للحكومة الشادية قاضة في المجال الصحي بالأخص مد المستسفيات بالإمكانية اللازمة أيضا فقد تم الحديث حول كيفية التعاون في مجال تنظيف المجار المائية داخل الآاصمة الجمينة ومسادة أصحاب الجنائن بالآاصمة الجمينة بالإضافة إلى الوقوف مع شاد حول مستقبل بحيرة شاد والمواطنين هناك الاستفادة منها ويتم ذلك خلال مؤتمر المانهين الذي يوقت في باريس الأسابيع المقبلة ونحن سنت أمونقف مع شاد أما المبؤوسة الفرنسية في ليبيا السيدة إليزابيت باربيي قالت بصفتي مبؤوسة لدولة فرنسا حول الأزمة في ليبيا جئت والتقيت بالرئيس الشادي فقامت رئيس الجمهورية إدريس ديبيت نو لأن الشاد دولة صديقة ومجاورة لليبيا ورئيس السابق للشاد العفريقي رجل الخبرة في الصلح والسلام له أفكار بناء لحل الأزمة في ليبيا وقد وجدنا منه إرشادات ووصايا ستسهم بلا شكل الوصول إلى حل دائم يرضي جميع الأطراف المتنازعة في ليبيا بهذه التصريحات يغادر الوفد الفرنسي القصر الرئاسي متوجها إلى باريس العاصمة الفرنسية اشتركوا في القناة